السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تستفيد منه في أمور كثيرة ومنها قياسات في الستوديو تحتاجها طبعا المقاطع هذه هي مقاطع مخصصة إلى الأشخاص التي تهتم بالأمور التقنية هناك نوعية من الأشخاص لا تهم الأمور التقنية ولكن ننصح هذه النوعية من الأشخاص إلى أنها تحتر كثير وتحتاط في استخدامها للبلغينزات لأن من خلال هذا المقطع سنبين معنى الكلام هذا سنجرب البلغينزات مختلفة ونرى الأثر الحاصلة في كل البلغينز مبدأ هذه الفكرة أنك لا تجي تستخدم أي بلغينز دون أن تعرف ما هي هذا البلغينز والأمور اللي ممكن يصنحها هذا البلغينز ما بنطول الكلام وبنجي نختار الwhite noise السبب أنها مستقيمة نذكر في مقاطعنا الـ noise كيف شكل الـ noise وعلشان توضيح أكثر مقطعنا ما راح نسمع الـ noise إنما فقط راح نعتمد على النظر لأن الـ noise هذه مزعجة سماحة كثير لكن مبدئيا راح أسمعكم هذه الـ noise إذن من خلال الـ noise احنا راح نختبر البلغينزات راح ناخذ عينة من البلغينزات ونشوف واش تأثير البلغينز على الـ noise مبدأ الفكرة سهل احنا عدنا خط مستقيم صنعه الـ white noise فأي تأثير راح يعمله البلغينز راح نشوفه هنا مباشرة واضح برضو لاحظ هنا في الميتر ناقص 18 فأي تأثير يصنع البلغينز هذا راح يكون واضح عندنا في الميتر فنبدأ نختار في البلغينزات ونشوف التأثيرات انا راح اروح الى البلغينزات الـ distortion لان عادة بلغينزات الـ distortion فيها تغييرات جذرية جدا فراح اختار الـ amp simulator هذا بسم الله ونشوف الاثر اللي يصنعه على الـ pink noise افواً الـ white noise مثل ما لاحظنا شباب أثر البلغينز هذا طبعاً قلنا احنا ما راح نسمع لان ما راحنا بحاجة الان الى السماع الـ noise هذه مزعجة فلكن نشوف هنا بشكل واضح الاثر اللي صنعه الينا هذا البلغينز طبعاً احنا هنا مش قضيتنا نقول ان البلغينز هذا جيد او سيء او قضيتنا هنا ان نعرف هذا البلغينز واش قاعد يعمل لان انا نصيحتي لا تستخدم البلغينز بدون ان تتعرف على الاثر المباشر اللي راح يصنعه اليك برضو لاحظ هنا كان ناقص 12 وصار ناقص 7 اي رفع الصوت 5 دي بي نختار البلغينز تاني من البلغينزات الـ distortion ونشوف هنا الماقنيتو ألاحظ ان الماقنيتو ما عمل لشيء لان الماقنيتو هو يضيف distortion في اشياء ثانية اه راح نتعرف عليها ونشوف وشو اضافة الماقنيتو حالياً احنا نستخدم الـ white نويز برضو راح نختار الـ base amp لاحظ مباشرة الـ default حق الـ base amp عمل لي هذا التغيير طبعاً مثل ما قلنا لكم الـ amplifier والـ distortion هذه تغييرات جذرية لانه هي مخصصة الى اصوات مثل الـ base والـ guitar والـ electric guitar وهكذا راح نختار من الـ preset ونشوف التغيير اللي حاصل عندي طبعاً اذا كنت اريد تروح اعمق من كذا تقدر تستفيد من الـ white noise هذه باشياء كثيرة جدا جدا في اختيارك وتصنيفك للـ plugins طبعاً ملاحظ ان الـ noise الـ white noise قاعد يعمل تمويج يعني مباشرة قبل لا اشوف الـ plugins طبعاً انا شفت الـ plugins ولكن فيه phase فيزر لاحظوا الفيزر اللي موجود فانا طبعاً اني اسمع الصوت هذا يعني الشباب القضايا في موضوع الـ الاصوات كلها برمتها ترجع الى الـ equalization اي حاجة اي حاجة في عالم الصوتيات من العدم الى الوجود ترجع الى موضوع الـ equalization تأثيرات اللي تسمحها ارتفاع الصوت انخفاض الصوت كلها اثرها مباشرة على اذن السامع equalization على كل حال نكمل نشوف راح نروح الى plugins مثلاً لما نصنف الـ plugins هذه transparent او plugins فيها اضافات فهنا equalizer هذا تبع اليومها يهمني من هذه الـ plugins الان سواء الـ compressor او القوليزر والقوليزر بالتحديد يهمني انه لما اضيفه اعرف كم مستوى الـ level اللي راح يضيفه ليه لاحظ انه ما اعطاني اي level اضافي يعني انا اتكلم عن الـ default اللي موجود ما اعطاني اي level اضافي فهنا الـ plugins هذا تعرفت عليه بهذه الطريقة برضو لو جيت اه اشوف بعض التأثيرات مثلاً عند المنطقة الـ 5000 هذه راح ارفع خمسة دي بي فالاحظ هنا ان المنطقة هذه لاحظ هنا ستة يعني تقريباً هنا رفع لي خمسة دي بي وهنا من الـ 12 تقريباً الى الـ 8 يعني هنا 4 دي بي almost خمسة دي بي مثل ما قلنا شباب هنا انا مش قضيتي اعرف جودة الـ plugins لان صناعات الـ plugins متنوعة كثير واستخداماتها متنوعة كثير لكل plugins مصنوع الى غرض و الى هدف من صناعته ولكن احنا قاعدين نشوف الـ plugins هذا قبل ما انا استخدمها في الاعمال عندي اتعرف على الـ plugins هذا كثير كنا ننصح بهذه النقطة اتعرف على الـ plugins قبل استخدام الـ plugins فهذه من الامور اللي تساعدنا في التعرف على الـ plugins الـ white noise الميتر الميتر وبرضو في شغلة هنا الساين والـ هذه الاشياء برضو هي التستر شوف هو تست جينيريتر يصنع لي التستنج علشان اتعرف على الـ plugins برضو برضو راح نشوف بلغينزات من الـ الاستوديو ما في اي اضافة برضو يعني لو انت تبغى تطمع اكثر في مسألة التعرف على جودة البلغينز فراح تسمع يعني تكون انت دقيق في سماعك ان ما في اي تأثير سماعي برضو قاعد يصنع هذا البلغينز اه برضو اجي هنا الى الخمسة الاف وارفع اه خلنا ارفع ستة دي بي الاحظ هنا من الطلعش الى السبعة يعني تقريبا خمسة دي بي رفع في منطقة الخمسة الاف وهنا الاحظ في الانايزر برضو حدود الستة قريب من الستة اذا البلغينز قاعد يرفع بالطريقة هذي اه اجي لمنطقة المئة برضو واشوف لما ارفع عشرة فاللاحظ ان منطقة البيس يعني ارتفاع عشرة نقاطها وتأثيرها في الميتر ضعيف جدا اذا علينا الحذر وفي هذه النقاط الحساسة ان ربما البعض يرفع خمسة هنا ويظن انه قاعد يرفع خمسة دي بي ربما يرفع هنا ثلاثة ويظن انه قاعد يرفع ثلاثة لا لابد تعرف بالضبط هو البلغينز وش هو قاعد يسوي اليك في هذه الخيارات اللى انت قاعد تعملها كلنا نعرف ونسمع انه البولتك مجرد اضافة البولتك هذه من البلغينزات مش الترانسبيرانس يعني اضافة فيها قاعد يضيف كيلر واضافات فانشوف الباي باس طريقة هذه طريقة هذه لو لاحظنا لما اعمل ميوت اولا في عندي اضافة كبيرة جدا بالدفولت راح اعمل اه ميوت من هنا ناحظ ناقص اتناعش صار ناقص ايت بوينت فايف يعني تقريبا حدود الثلاثة اعمل لي اضافة ثلاثة دي بي اه برضو نركز على هذه المنطقة بشكل دقيق جدا لاحظ لما اعمل انا راح اعمل كده علشان تصير واضحة النقطة راح اعمل باي باس لاحظ انه في تأثير للبلغينز مجرد اضافة البلغينز قاعد يعطيني تأثير في مستوى الليفل وبرضو في طبيعة الايكولايزر اه نجي هنا برضو نسمع ونشوف الاثر بالسم الاثر السمعي واضح شباب انه في اه اكثر زيادة في السمع وبرضو منطقة الهاي فيها زيادة اه هذا بالنسبة البلغينز البولتك راح نشوف اه برضو بلغينزات ثانية هذا بلغينز اه تاب ماشين طبعا وراح نشوف الاثر اللي صنعه لي برضو بنفس الطريقة يعني اثر البلغينز اه ديفولت طبعا اه مش كبير مقارنتان مقارنتان بالاثر اللي صنعها البولتك نجي نجي لانواع الكمبراسرات هنا اه تيوب كمبراسر يعني يعني هي الكمبراسرات ممكن شويه يختلف وضحها من في مواضيع الليفل لانه عادة الكمبراسرات بالديفولت حقا ممكن يعمل لك كمبراسنج ممكن يعمل لك كين وهكذا لذلك اه موضوع الليفل هنا ممكن ما يكون دقيق لكن نشوف الاثر في اه الاكولايزر يعني في الاضافة اللي ضيفها هذا البلغينز كلهر مثلا نقدر نقول البلغينز هذا اللون حقه يعني هو بشكل عام قاعد يرفع الفريقونسي كامل فبرضو صار هنا في ارتفاع في الليفل دان اه تأثير هذا مش تأثير كبير هنا الفلاتر اللي قاعدين نشوف فهذه اه اه انا برفع الصوت هنا بشوف هذا فلتر يستخدم هذا الفلتر إلى التأثيرات الأفكتس اللي تصنحها على يعني بعض الأصوات مثل الهارمونيات يعني بعض التأثيرات في الإيقاعات تسويها شفنا بالبينك نويز واش قاعد يصير برضو راح نشوف بلغينزات من البلغينزات اللي أنا أستخدمها هذا بلغينزات ونشوف واش الإضافة اللي عملها لنا يعني شباب أنا أحطب الطريقة هذه عشانا نكون الموضوع الفريكوانسي سبكترم أو الانالايزر يكون واضح لما تغير يعني هو تقريبا قاعد يرفع بشكل عام جميع المناطق وهنا ألاحظ عملي كت بسيط جدا طبعا المناطق هذه في الكت مش نوتيسبول يعني للسام ونشوف هنا مستوى الليفل واش اللي صار فيه يعني هو مستوى الليفل مش ثابت يعني قاعد يعمل بريشن والسبب أن هذا أساسا نعيد هذا البلغنز هو هرمونيك يعني قاعد يضيف لك السكند هرمونيك والثيرد هرمونيك على الصوت استخداماتي جميلة هذا البلغنز يعني ممكن نشوف مقاطع ثانية نتكلم فيها على البلغنزات واستخداماتها في قسم البلغنزات نشوف برضو أثر الريفير يعني هنا فول ريفير لاحظ الفول ريفير واش حصل عندي لما أرجع الصوت كامل واش قاعد يحصل عندي يعني أنت تعرف لما تجي تستخدم الريفير والمستويات اللي تستخدمها يعني أنت تقول لغاية هذا المستوى الريفير ما قاعد يأثر في الايكولايزر أي شيء لكن لما تروح إلى أعلى من كده تبدي تفقد خاصية الصوت خصوصا لما تستخدم هذا البلغنز باشرة انسرت طبعا أكيد لما تستخدم باشرة انسرت مستحيل توصل إلى هذه المناطق هذه المناطق تستخدم غالبا لما نستخدم السند فلما نستخدم السند تخلي 100% ميكس فلازم تحتاط وتعرف أن أساسا الريفيرب اللي جاي مع الصوت هو أساسا الكولايزر حقه متغير فإذا حاب أنك ترجعه إلى بداياته ممكن تستخدم ممكن تستخدم بلغنز فريكوينسي مثلا قولايز شكل هذا وتحاول ترجع الشي المفقود من هذا البلغنز لما تستخدمه مع السند يعني أنا التفاصيل هذه ما رح أتخل فيها الآن لأن أعرف كثير ما يحب التفاصيل ولكن يعني هو الطمع الواحد في المعرفة يشجع على أنه يتعمق أكثر في هذه المعاني الآن راح نوقف موضوع الـ Pink Noise أو الـ White Noise هذي ونجي للSign Wave مثل ما احنا شايفين الساين ويف هنا عندك المئة عندك الـ 440 عندك الـ 1000 وهكذا الساين ويف هذي أنا أستخدمها علشان أعرف وشو الإضافات الساتوريشن اللي يضيفها للبلغنز وهل البلغنز هذا قاعد يضيف لي ساتوريشن أو لا نرجع إلى الماقنيتو قلنا الماقنيتو من شوية أنه بالنسبة لـ الـ White Noise ما أضاف ما أغير الشيء لكن لما نجي إلى الساتوريشن هو أساسا البلغنز هذا الساتوريشن فراح نلاحظ أنه في إضافة طبعا هذا الـ Harmonic اللي يضيفه لاحظ لما أزيد الساتوريشن راح تجيني أكثر طبعا هذه بالنسبة للصوت اللي نسمعه هذه نوتة يعني الإداءة المقفلة عادة نسمع الصوت هذا هذه نوتة واحدة يعني لما نشوف أنه أعطاني خطين هذا ما يعني أنه راح يضيف لي خطين في الصوت لا والصوت يحتوي على ملايين الفريكوانسي ملايين النوتات المتجمعة مع بعضها يعني الإضافة راح تكون extreme ف بالشكل هذا تعتبر إضافة قوية جدا فما بالك لو أنك وضعت بهذا اللي بل راح يكون كثير كثير على كل حال نكمل نشوف كذا بلغينز نشوف واشي الإضافات اللي يضيفها راح نروح للآم تلاحظ الآن لأن هذه أمبليفايرات قاعد يضيف إضافات قوية جدا بالنسبة لمناطق الباس فتلاحظ أن السكند والثيرد موجودين هنا الهارمونيكس بشكل قوي جدا الإضافة هذه قوية قوية جدا هذه خاصة بأصوات البيس والجيتار يعني لما تجي تستخدمها مع أصوات الفوكل ممكن يكون على الصوت والصوت راح يكون كله ديستورت نجي نروح إلى البر تقوم من جديد لأن هذا برضو نشوف الإضافة اللي موجودة عندي هنا مثل ما قلنا لكم لاحظ طبعا هو هذا تحتاج إلى دراية فيه ومعرفة باستخدامه لأن طريقة استخدام للبلغينز من البلغينز إلى البلغينز تختلف وكل البلغينز إلى اسلوبه الخاص فيه على كل حال احنا شفنا أن الإضافة اللي ضيفها برضو كثيرة جدا احنا نشوف ال ال لاحظ الإضافة اللي ضيف ال يعني إضافة مشابهة نوعا ما إلى الماغنيتو لو غيرنا في النوعيات لاحظ أن التغييرات شوية مختلفة لما احنا نشوف التغيير هذا بسيط جدا على مستوى التون مثل ما قلنا الإضافة هذي البسيطة جدا هذي تأثيرها قوي على الصوت برضو هذي من البلغينز مشهور مشهور جدا يعني حاكي التاب ماشين الأصلي لاحظ هنا يعطي باور إلكتريك عادة هذي البلغينز هي أساسا ديجيتالي هنا عدنا في ال بي سي لكن ها واقعا هي أساسا أجهزة كهربائية فهما لما عملوا إلى هذا البلغينز فعملوا بطريقة احترافية كبيرة جدا ونلاحظ أن الكلام هذا برضو مطبق هنا نشوف أنه موجود الإلكتريك باور وموجودة الهارمونيك هذا صناعتها المفروض هنا تحاكي طبيعة اللي يضيف هذا البلغينز نجي برضو نشوف البلغينز الثانية هذا النيف من البلغينز اللي أنا أحب استخدمها نلاحظ أنه ما في أي إضافة بالنسبة لل ساتوريشن لما أجل البينك نويز أشوف الأثر اللي يصنعه لي في مستويات مثل ما تلاحظ أنه مجرد إضافة البلغينز هذا مجرد إضافة البلغينز هذا يعطيني لفل بما يقارب الثلاثة ونص دي بي ف يعني أنا لما جاي استخدمها أحتاط في هذه النقطة أعرف أن إضافة البلغينز هذا بالشكل اللي شفنا نرجع إلى البلغينز هنا هذا كومبريسر فمشهور هذا كومبريسر كثير يستخدم في البس الماستر بس البلغينز أساسا أميوليشن إلى هذا الهاردوير الجميل تبعا نيف لاحظ أن أساسا إضيف ساتوريشن الآن لاحظ أن في كومبريس فلما أقلل من الثريش تلاحظ معي التأثير على الهارمونيكس اللي موجودة يعني هذه الأمور تساعدني أنا كثيرا على تصنيف البلغينز الثريش برضو هذه إضافة إلى السمع والسمع شي ضروري جدا لكن برضو الأشياء الخفية هذه يفضل أن نكون على دراية بها راح شوف كومبريس ماينس 2.8 فإذا كنت أنت يعني تبغى تعمل لك ديفولت خاص فيك في هذا البلغينز مجرد أنك تستخدم البلغينز هذا مجرد أنك تضيف البلغينز هذا يكون الديفولت حق صفر طبعا تعرف أنك أنت عند حدود ناقص 12 في مكسك في جميع الأصوات فترجع تتأكد أن بداية يعني هذه الممارسات أنا شخصيا قاعد أمارسها علشان أرتب بلغينز وإستخداماتي يعني بالنسبة لي شخصيا الاستخدام العفوي اللي بدون دراية قليل جدا أتعامل به وكثير أنصح المهندسين اللي حالي أنك تعرف على البلغينز قبل أن تستخدم وتعرف ليش أنت تبغى تستخدم البلغينز وكثير أقول في أثناء عمليات الميكس لا تجبر العمل على البلغينز خلي العمل يجبرك على استخدام البلغينز وليس العكس يعني إحنا أخذنا جولة بسيطة على طريقة التعرف على البلغينز ما أبغى المقطع يكون أطول من كذا لذلك راح أكتفي بهذا العرض إن شاء الله يكون المقطع هذا مفيد وأتمنى منكم الدعم لهذه القناة ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع متقدمة وأفكار جديدة إن شاء الله وراح نغطي عنوين هذه القناة بالقدر المتيسر إن شاء الله تحية مني إليكم أهوكم علي الزاير والسلام عليكم مرحب الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة